عبر الدكتور مشعل السلامي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره شديدين لما تقوم به ميليشيا الحوث الإيرانية من أعمال وحشية تجاه أعضاء مجلس النواب اليمنى وقيادات المؤتمر الشعبي والمدنيين مبينا أن هذه الانتهاكات تكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لتلك الميليشيات كما أنها تأتي بدعم النظام الإيراني وأجندته السياسية بهدف نشر الفوضى وفرض الرأي والمذهب بالقوة القاهرة في المنطقة والعالم وأوضح رئيس البرلمان العربي أن نهب الميليشيا الحوثية للمساعدات الإغاثية والإنسانية واستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار يمثل خرقا واضحا للقرار الأممي 2216 وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان الكامل للحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي مثمنا جهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة لاستعادة الشرعية وكافة مؤسسات الدولة اليمنية ومقدراتها الحيوية وحماية الشعب اليمنية ترجمة نانسي قنقر